اكبر حاجة لدوان الخصيتين اللي بتعملها تشوهات للحيوانات المنوية الحيوان المنوية بتكلم من رأس وجزع وديل مش تاني لما يكون انا عندي مية سخنة حوالين الانبوبة اثناء خروج الحيوانات المنوية من الخصية يعني الخصية دي موجودة ايه بتنتج حيوانات المنوية وده السائل اللي بيلف كده وبينزل وبيطلع مع الايه في قلب العدو الزكري هنا في خلايا مسؤولة عن ضفقة ربنا جعلها في خلايا يا جماعة ايه مسؤولة عن ايه ده ايه خلايا مسؤولة عن دفع يعني تنزي حيوانا ويتجمع هنا هنا جمع هنا واول ما يتجمع يجي الخلايا دي ايه الخدت دي مسكة الحيوانات المنوية دفع مش كله مرة واحدة لا خالص بتملأ وتعبي تملأ وتقذف ربنا جعل الحيوان المنوية كده ليه الحيوان المنوية كماعة هنا بيتجمع هنا بينطل مينوية بخش هنا اثناء القصر اثناء عشان تخش جوه عن اخر راح فانا دلوقتي الدوالي لو موجودة هتبقى موجودة حوالين الايه القناة الناقلة اسمها القناة الناقلة عمامها بالعربي قناة الناقلة الحيوان المنوية بتبقى الدوالي موجودة حواليها كده حواليها فبتسخن ماشي بتسخن الانبوبة دي اللي فيها الدوالي فبالتالي بتسخنه يعني بترفع عشان كده يا جماعة ربنا جعل الخصية تحت بعيدة عن الجسم لكن الدوالي تقى في المنطقة دي كده المنطقة دي كده المنطقة دي كده فلما بتسخن الجزء بتشوهه هتشوهه في راسه في جزءه في ديله ماشي يا جماعة عشان كده يا جماعة بنقول ايه لما يكونش في حيوات المنوية خالص توقف عن عمل الدوالي لما يكون عادل حيوات المنوية قليل قليل ما تعملش دوالي ترمى ما فيش منها ترمى ما فيش منها شكوى او تعب لا روح الدكتور وتاني واتنين توقف عن عمل عملية واكشف مرة واتنين لكن لو ما فيش حيوات المنوية خالص مستحيل يعمل دوالي طالما ان هو ما بيشتكش منها فاهمين يا جماعة فاهمين فاهمين كويس الشكوى عدم موجود حيوات المنوية على الاطلاق ويكشف عن دوالي وما بيشتكش منها يتوقف العملها ويبحث عن الدكتور بعد تأخر انجاب كويس عشان يبدأ نشوف ايه ونديره علاج ونشوف ايه السبب في عدم خروج الحيوات المنوية مع دار الام مبروك هتكوني ام